عارفين قصة أحمد عيد لعب الزمالك المعار إلى أمبي أمبي في عقده مع اللاعب والنادي في بند يسمح لنادي أمبي أنه يفعل بند شراء اللاعب بعد انتهاء أعرضه ولكن ولكن لابد هنا من موافقة اللاعب كمان لو أمبي عايز يمد شراء أو يمد عقد اللاعب لازم اللاعب نفسه يوافق النادي الزمالك قال لأحمد عيد احنا عايزينك ولو سمحت ما توافقش على الاستمرار مع أمبي وترجع للفريق عادي عشان المدرب عايزك ده أو دي صورة عاد الاتفاق اللي كان بين الزمالك وإمبي بخصوص ضم مصطفى شربي النادي الزمالك يعني بيع أمبي لمصطفى شربي للزمالك واستعارة أحمد عيد لنادي أمبي في هذه الصفقة فيه جزء بيقول فيه في ضم أحد لعاب ناجل يعني أمبي بيقول اللي هو الطرف الأول في ضم أحد لعاب ناجل زمالك الطرف الثاني وهو اللاعب أحمد عيد محمد علي إن بياخده على سبيل الأعارة مع أحقاية الاحتفاظ به مع أحقاية الاحتفاظ هنا أحقاية مختلفة تماما على الإلزام مع إلزامية الاحتفاظ به يعني حقاية أنه هو ممكن ياخد اللعب أو اللعب يستمر معاه لو اللاعب نفسه وافق اللي هو أحمد عيد خلاص بقي العقد تمام أحمد عيد نفسه هو اللي يوافق كده أحمد عيد غالبا سيعود لنادي الزمالك ولكن ده ما يخرج من نادي الزمالك لما يخرج من نادي الزمالك إن أحمد عيد راجع لنادي الزمالك هل بقى أحمد عيد راجع لنادي الزمالك ولا الله أعلم ده بالنسبة لنادي الزمالك أمبي بقى متمسك باللعب وعايز يكمل مع اللعب وعايز اللعب يعد مع الفريق وعلى فكرة أحمد عيد عمل موسم محترم جدا مع أمبي بشكل كبير هذا الموسم ولو عادي الزمالك هيبقى أضافة ولو فيدل في أمبي هيبقى أضافة وهو واحد من الأعمال الأساسية كمان مع منتخبنا الأونبي